السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو دا كاترة ان شاء الله النهاردة معدنا مع بعض مع موضوع الكوريليشن احد مواضيع البايوستات عندنا وفي بداية موضوع الكوريليشن انا حابب ابدأ كده بانترو داكشن بسيط نعرف اهمية الكوريليشن اي والابليكيشنز بتاعتها في الحياة بشكل عام اي طيب كلمة كوريليشن في البداية معناها ريليشن او علاقة ما بين 2 variables x و y اللي بنعمله في عملية الكوريليشن ان احنا بندرس 2 variables دول او بنعمل statistical analysis بشكل معين زي ما حنشوف دلوقتي ونشوف هل اكشوة اللي فيه علاقة ما بين ال x وال y ولو فيه علاقة هل العلاقة دي شكلها ايه هل هي positive relationship علاقة ترضية ولا negative relationship يعني علاقة عكسي طيب لم ييجي حد يفكر يعمل study او فكرة او research او whatever ويقول لك هل فيه علاقة ما بين secondary school grade ما بين مجموعة السنوية العامة والgraduation grade والتقدير بتاع التخرج هنعتبر ده ال variable x وده ال variable y والرجل يجيب لنا مجموعة طالب وهو مجموعة السنوية والتقدير التراكمي بتاعه لما تخرج ونبتدي نشوف اكتر من حد ونشوف هل اكشوة اللي فيه علاقة ولا ما فيش اوكي ده شكل من اشكال correlation طيب ممكن حد يجي يقول لك هل فيه علاقة ما بين ال income ما بين الدخل الشهري بتاع الاسرة وما بين the expenses والمصاريف بتاعتها والله ممكن كل ما يزاد الدخل الشهري بتاع الاسرة كل ما كانت المصاريف بتاعتهم اكتر مي بي ممكن يكون فيه علاقة طيب هل فيه علاقة ما بين ال production البجت الميزانية بتاعت الامتاج بتاعت فيلم معين وبين الارباح اللي الفيلم ده هيحققها والله برضو ممكن يكون فيه علاقة محتاج دراسة اوكي طيب هل فيه علاقة ما بين the dose of staten مش كل ما زود الدوز بتاعت ال staten المفروض كل ما زود الدوز كل ما ال L DL level E L صح والغلط طيب برضو دي حاجة محتاجة دراسة نشوف هل فيه two variables هل هم correlated هل فيه ما بينهم علاقة اللي مفيش ولو فيه علاقة يا ترى اتجاهها ايه هل علاقة ترضية ولا عكسية طيب كذلك برضو هل فيه علاقة ما بين age of patient او age of person عمر الشخص والوقت اللي بيعمل فيه training هل كل ما عمر الشخص زاد كل ما يقدر مثلا يعمل training المدة لفترة اقل هل النظرية دي صحيحة ولا لا دي محتاج ان احنا نعمل correlation ونثبت الموضوع ده طيب يبقى احنا الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها ايه ان انا بيكون في عندي two variables x و y احنا هنستخدم statistical analysis معينة زي ما هنشوف دلوقتي عشان نثبت اولا ان فيه ما بينهم علاقة ولا مفيش ولو لقينا فيه علاقة ما بينهم هل نقدر نقول ان العلاقة دي positive ولا negative relationship ده اللي احنا هنشوفه في محاضرة النهاردة ان شاء الله طيب نبدأ كده الاول مع بعض ونشوف ازاي نقدر نقول ان فيه علاقة ما بين two variables x و y في عندي طريقتين اتنين هنتكلم عليهم النهاردة وهما الاثنين تحت عنوان correlation الطريقة الاولنية طريقة graphical ان انا برسم حاجة اسمها scatter blood هنشوفه دلوقتي ومن خلال هذا scatter blood اقدر احدد ازا كان فيه relation ولا لا واقدر احدد اتجاه هذه ال relation الطريقة التانية ان انا بحس بحاجة اسمها correlation وبعض الكتب بتسميها correlation coefficient والاختصار بتاعها R يعني كلمة R زيها زي كلمة correlation ده عبارة عن رقم numerical value بيقول لي ازا كان فيه علاقة ولا ما فيش واقدر من خلال برضو الرقم ده زي ما هنشوف دلوقتي ان انا احدد اتجاه هذه العلاقة هل هي علاقة ترضية ولا علاقة عكسية طيب خلدونا كده في الاول نتكلم على scatter blood وبعدين نتكلم على correlation ايه معنى كلمة scatter blood كلمة blood في البداية معناها digram او graph طيب انا النهاردة عندي two variables x و y ميزانية بتاعت الفيلم ويقابلها الارباح اللي الفيلم ده او الفيلم ده كسبها طيب تعال انا ما نشوف كده عايزين نعمل scatter blood حنرسم ال x على x axis وال y على y axis ونقول والله لما صرفنا مليون دولار في الانتاج كانت بتاع الفيلم الارباح بتاعته كانت كزا ولما صرفنا 2 مليون الارباح كانت كزا ولما صرفنا 3 مليون دولار في الانتاج كانت الارباح وهكزا لحد ما نوصل لحد 10 مليون كل الارقام دي عندي في ال study بتاعتي طيب تعال انا بص كده على scatter blood ده الشكل اللي قدامنا ده كده اسمه scatter blood طيب sometimes بيكون scatter blood لو كانت relation قوية اقدر بمجرد النظر كده بالعين المجردة ابص على السكاتر بلوتة اقول لك والله ده فيه اتجاه كده ناحية positive في positive relationship واضح ان انا كل ما زود تكلفة الانتاج كل ما الارباح بتاعت الفيلم بتزيد كل ما بصرف اكتر كل ما ارباح الفيلم بتزيد طيب عشان الموضوع ما يبقاش بمجرد النظر اتفقوا على حاجة اسمها line of past fit وساعات بيسموه trend line trend line او line of past fit ده ليه criteria ان هو لازم يمر باكبر عدد من النقط في خلال السامبل بتاعتي او البوبوليشن اللي انا بيشتغل عليه line of past fit لازم يمر باكبر عدد من النقط حتى النقط اللي مش هيمر بيها لازم تكون المسافة بينه وبينها اقل ما يمكن ده بنسميه line of past fit line of past fit ده بيديني فكرة عن اتجاه هذه الريليشنشيب هل هي علاقة ترضية ولا علاقة عكسية تمام طبعا لما يكون عندي line of past fit بالشكل ده كده زي ما احنا رسمينه تمام دي كده علاقة ترضية يعني كل ما زاد الـ x كل ما يزيد الـ y كل ما زودت الدخل الشهري بتاع الاسرة كل ما زاد الانفا او كل ما كان الطالب ده شاطر في السنوية العامة كل ما كان الـ graduation grade بتاعه اعلى اوكي كل ما كان التكلفة بتاعت الانتاج بتاعت الفيلم اكتر كل ما كان الارباح بتاعته اكتر دي اسمها وفي الحالة دي بيكون ده اتجاه الـ trend line of past fit طبعا ممكن يكون في بعض النقط حوالين الـ trend line فوق تحت شوية مفيش مشكلة اوكي طيب لو كانت كل النقط موجودة على الـ trend line دي بنسميها perfect relationship الشكل ده كده يقول انها perfect positive relationship اوكي وفي الحالة دي بيكون كل النقط عندي في السامبل او التجربة بتاعتي كلها بالضبط على الـ trend line ودي بتكون perfect positive correlation لو كان اتجاه الـ trend line في الاتجاه ده طيب ممكن تكون علاقة عكسية زي ايه علاقة عكسية في الامثلة اللي احنا قلناها من شوية زي كل ما زود الدوز بتاعت الـ statin كل ما يقل الـ LDL level دي علاقة عكسية دي بنسميها negative relationship او negative correlation طيب زي ايه برضو زي ما قلنا كل ما يزيد الـ age بتاع الـ patient او بتاع الـ person كل ما يقل عدد الساعات اللي ممكن يتمرنها دي اسمها علاقة عكسية negative relationship او negative correlation دي لما تجي ترسمها على الـ scatter blood هتلاقي trend line بتاعها واخد الشكل ده كده اوكي يبقى لو trend line في الاتجاه ده كده دي تبقى negative relationship او علاقة عكسية لكن لو كان trend line في الاتجاه ده تبقى علاقة ايه طردية او positive relationship طيب لو جيت رسمت الـ scatter blood بتاعي x مقابل y وطلع لي النقط بالشكل ده كده random dispersion اوكي ما اقدرش اصلا ارسم trend line في الحالة دي no correlation no relation ونقول ان ال correlation بتساوي 0 اوكي دي كده في حالة ان ما يكونش عندي في اقدر رسم اصلا trend line ولا اقدر ارسم line of specific تمام يبقى دي كده اول طريقة عندي ان انا اقدر ازاي اعمل assessment اذا كان في relation او مفيش دي طريقة graphical اسمها scatter blood برسم ال x versus y طبعا احنا مش علينا الرسم لكن احنا علينا ال graph نبقى احنا فاهمينه عشان ممكن يجيب لي شكل graph في الامتحان ويسألني عليه mq يقول لي هذا graph مثلا نجيب لي graph بالشكل ده كده ويحط لي نقط حواليه ويقول لي graph ده بيمثل positive ولا negative relationship يبقى انا فاهم انه طالما في الاتجاه ده كده تبقى positive relationship اوكي يجيب لي graph بالشكل ده كده ويقول لي دي positive ولا negative ولا no correlation فحقول له لا ده no correlation اوكي يبقى انا برضو لازم يبقى فاهمي graph شكله طيب الطريقة التانية اللي احنا هتكلم عليها بقى ان شاء الله النهاردة ونعمل لها calculations هي طريقة ال correlation وزي ما قلنا كلمة correlation مكافأة لكلمة correlation coefficient والرمز بتاعها الاختصار اللي هو ال r small correlation coefficient طيب هزا ال correlation coefficient بياخد number من minus 1 لحد واحد مرورا بال zero بياخد رقم من اول minus 1 لحد واحد وزيروا معنا كويس ممكن نطلع من ال correlation coefficient بمعلومتين اتنين زي ايه مثلا هنقول دلوقتي ناخد مثال نقول لو كان ال correlation coefficient مثلا عندي minus 0.8 الاشارة sign بتاعة ال correlation coefficient بتقول لي اتجاه بتقول لي direction بتاع relation او direction بتاع correlation لما تلاقيها negative دي معناها negative correlation يعني علاقة عكسية زي كل ما زود الدوز بتاعة ال beta blocker كل ما يقل ال heart rate كل ما زود الدوز بتاعة ال statin كل ما يقل اللي دي L level تمام دي اسمها علاقة ايه علاقة عكسية او negative correlation دي يطلع لي correlation coefficient بتاعها ال r يطلع بال negative تمام طيب ده بالنسبة للاشارة طيب بالنسبة بقى للرقم الرقم نفسه او value بتاعة الرقم كل ما كانت اقرب للواحد كل ما كانت بتقول ان دي stronger correlation او stronger relationship وكل ما كان الرقم ده اقرب لل zero كل ما كان يقول ان دي weak او weaker relationship طيب عشان الموضوع ده يتضح اكتر هنسأل سؤال which represent stronger correlation لما اقول لك minus 0.8 تمام 0.8 تمام ولما اقول لك 0.2 لو قلت لك ان ده هنا ال r وده هنا ال r يا ترى which is stronger correlation stronger correlation بمنتهى الوضوح والصراحة 0.8 طيب ازاي يا دكتور ده دي negative لا negative ده اتجاه العلاقة اتجاه العلاقة عندك هنا negative relationship يعني دي علاقة عكسية لكن الرقم ده كده اقرب للواحد من ال 0.2 ال 0.2 اقرب لل zero فدي معناها weak relationship او weak correlation لكن ال 0.8 اقرب للواحد اقرب للواحد الصحيح 0.8 0.9 0.95 كل ما كانت العلاقة بتاعتك اقرب للواحد كل ما كانت ايه stronger correlation طيب تعال نشوف بقى كده الكلام بتاعنا ونشوف ازاي هنحسب correlation النهاردة ويه التطبيقات عليه طيب يبقى احنا زي ما اتفقنا ال correlation دي عبارة عن ايه عبارة عن statistical method بنستخدمها to determine the type اللي هو ال direction اللي هو ايه اتجاه العلاقة هل هي positive relationship ولا هل هي negative relationship هل هي علاقة طردية ولا علاقة عكسي and the strength of the relation قوة العلاقة اوكي هل هي weak ولا strong اتفقنا كل ما كان ال correlation coefficient اقرب لل zero كل ما كانت weak relationship كل ما كان ال correlation coefficient اقرب لواحد كل ما كانت strong a relationship طيب بنقول على ال correlation انها positive لما يكون two values increase together كل ما زاد الدخل الشهري كل ما زاد المصاريف كل ما زاد مثلا تقدير الطالب في مادة الرياضيات كل ما زاد التقدير بتاعه في الاحصى كل ما زاد التقدير بتاع كل ما زاد التقدير بتاعه في العربي مثلا لو في طالب بيحب اللغات مثلا اوكي طيب correlation is negative when one value decrease as other increase كل ما زود بالتقدير ال x y كل ما زود الدوز بتاعه كل ما زود الدوز بتاعه كل ما زود الدوز بتاعه كل ما بيل 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 يبقى دي هنا علاقة عكسية بنقول عليها لما يكون لما زود فاليو الفاليو التانية ايه تقل طيب ادي هنا الاسكتر بلوت واللي هو التريند لاين ادي الاشكال عندي اتلاحز هنا ايه ادي الزيرو ما اقدرش اصلا ارسم طيب بدأ يبقى فيه عندي شوية كده مجموعة من النقط اقدر ارسم فيه ما بينهم تريند لاين دي بدأ يبقى فيه عندي شويه جلال هنا هنا اقوى حتلاحز ان النقط بدأت تقرب اكتر من والتريند لاين حتى ما بدأت فى الجهزة homicide والفى التونال و هي الي بتاخد رقم واحد او مينس واحد اعني لما تاخد واحد دي معناها الكولليشن لكن لما الكولليشن تاخد مينس واحد دي معناها برفيج نيج yani هتلاحز ايه برضو انك في الاتجاه البوزتف عندي ايه دي كده اتجاه كله السهم ماشي في الاتجاه ده كده اوكي لكن حطلاح هزن في الايه في الاتجاه ده كده تمام عشان لو جالي في الامتحان جراف مثلا ويقول لي كومنت عليه او حاجة طيب تتكلمنا عليه وقلنا ان هو بياخد رقم من الماينس واحد لحد واحد اوكي الماينس واحد بنسميها بيرفكت ناجاتف كوريليشن والبوزتف واحد بنقول عليها بيرفكت بوزتف ايه كوريليشن طيب في عندي طريقين اتنين بحسب بهم الكوريليشن في بيرسون كوريليشن ودي اللي احنتكلم عليها ودي بتحسب الكوريليشن او الاسوسياشن ما بين اتنين الاتنين الايكس والواي عندي اللي بنتكلم عليهم بيكونوا او داتا هتلاحز كده فعلا كل اللي اتكلمنا عليهم دي كده مليون دولارز دي كده تدوز بتاعت ستاتن بالميلي جرام ده الاتج باليير ده الانكم مسلا بالدولارز فحتلاقي دايما الرقم اللي بنتكلم عليه داتا لكن لو بشوف ما بين بستخدم حاجة اسمها دي مش همدرسها في الكورس التعامل احنا بنتعامل مع اللي هو بيقيس العلاقة او بيقيس الاسوسياشن ما بين ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي ممكن يسأل فيها في طيب في مثال كده هناخده النهاردة ده من اول دلوقتي لحد ما يعني نخلص كده هناخد المثال بتاع الايس كريم سيلز والتمبردش هنشوف ايه العلاقة ما بين درجة حرارة الجو بالتجريس انتجريت ومبيعات الايس كريم الايس كريم سيلز احنا متوقعين من دلوقتي انه كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما الجو بيحرر اكتر كل ما بيعات الايس كريم بتزيد خلينا نشوف الداتا بتاعتنا اخبارها ايه وشكل الكورليشة متاعي هيكون ايه طيب الراجل جاب لي الداتا جاب لي الايكس والواي الايكس التمبردشور والواي الايس كريم سيلز وعايز اشوف هل فيما بينهم ريليشن ولا لا باستخدام طرق اللي احنا قلنا عليها عشان اشوف فيه كورليشن ولا لا طيب الطريقة الاولنية بتاعتي هي طريق السكاتر بلوت والاين اوف باستفيت لما رسمنا الداتا الاكس اكسس حطينا عليه التمبردشور والواي اكسس حطينا عليه السيلز طلع لي هنا الداتا بتاعتي على السكاتر بلوت بمجرد النظر كده بتقول ايه بتقول ان فيه اتجاه بوزيطيف ان العلاقة مشى في الاتجاه التارضي ممكن كل فعلا ما زادت درجة الحرارة كل ما كانت ايه كل ما كانت مبيعات الايس كريم اكتر طيب لو رسمت لاين اوف باستفيت بيمر بمعظم النقط هلاقي فعلا ان هو في الاتجاه البوزدف او في الاتجاه التارض طيب حابب ان انا اقيس الكورليشن كوفيشنط هنحسب هنتعلم دلوقتي ازاي نحسب الكورليشن كوفيشنط هيطلع عندي زي ما احنا شايفين هنا 0.95 طيب 0.95 ده يقول ايه يقول ان الكورليشن بوزتف يقول ان العلاقة ترضية لانه رقم موجب ويقول كمان انها سترونج انها سترونج كورليشن تمام لانها قريبة من الايه قريبة من الواحد الصحيح طيب ويكان ايزلي سي نقدر نشوف بسهولة زا تزور مرويزر كل ما كان الجو حر الهاير سيلز البتاعة الايه بتاعة الايس كريم كل ما كانت مبيعات الايس كريم انا دخل طيب sometimes في بعض الاحيان الكورليشن عندي مش بتديني linear كورليشن مش بتديني خط مستقيم ال line of best فت مش بيكون خط مستقيم وما اللي بيكون ايه قالك بيكون كيرفت قالك في هذه الحالة لا استطيع ان انا اعين الكورليشن كورليشن is not good at كيرفز اقدر اعين الكورليشن لما يكون في عندي ستريت لاين لكن لما يكون في عندي كيرف لأ ما اقدرش اعين من الكورليشن طيب ايه سبب الكيرف في الحالة بتاعتنا هنا قالك احنا حنقس درجة الحرارة او حنقس المبيعات لما درجة الحرارة تزيد اكتر اوكي حنزود الكيرف شوية ونزود النتائج بتاعتنا ونشوف لما درجة الحرارة تزيد اكتر يا ترى مبيعات الايس كريم هيحصل فيها ايه ولاحظوا حاجة ظريفة قوي ان المبيعات الايس كريم بتقل لما درجة الحرارة تزيد تزيد جدا بقى طيب ليه في الحالة دي قالك في الحالة دي لما بيجي موجة حر ولا درجة الحرارة بتاعها جدا الناس أصلا مش بتخرج من البيت وبالتالي مبيعات الايس كريم ومبيعات كل حاجة بتقل فنسبة الشراء بشكل عام بتقل فقال لك في هذه الحالة طالما في عندي كيرف شكل الكيرف ده ما قدرش أحسب منه لازم عشان أحسب الكوريليشن أو أقول إن فيه لينير كوريليشن أو بوستف أو نيجاتف لازم يكون في عندي خط مستقيم إن يكون التريند لاين أو يكون خط إيه مستقيم طيب المعلومة اللي بعد كده معلومة مهمة جدا إن الكوريليشن is not accusation يعني إيه يعني لو فيه two parameters لقيتهم correlated مع بعض مش معنى كده إن ده calls نرجع للأول مثال خلص قلنا عليه المثال بتاع المجموعة السنوية العامة وتقدير التخرج لو حتى لو أنا عملت التجربة بتاعتي وقست بالكوريليشن لقيت إن فيه بوستف كوريليشن ما بين مجموعة السنوية العامة وما بين التقدير التراكمي بتاع التخرج ده مش معناها إن مجموعة السنوية العامة cause higher graduation grade score تمام؟ الكوريليشن عمرها متقول إن فيه causation عمرها متقول علاقة ناخد بالنا بس عشان ممكن الناس ما تاخدش بالها من المعلومتين دول فيه two terms في الأنجلش لما نيجي نستخدمهم استاتيستيكالي لازم نبقى حريصين شوية كلمة associated with وكلمة cause تمام؟ لما أقولك إن فيه فاكتور معين associated with حاجة غير لما أقولك فاكتور ده cause حاجة أوكي ده يعني level أعلى الـ causation أو علاقة الـ causality أو الـ causation ده علاقة أعلى علشان كده نحن هنأخد statistical method أقوى من الـ correlation شوية اسمها الـ regression دي بقدر بيها أحدد الـ causality لكن على level of correlation لا ما أقدرش أقول إن الفاكتور ده cause الـ variable التالي طيب أنا عايز أوضح لك الموضوع ده هنا فجم عملوا correlation ما بين مبيعات الـ sunglass مبيعات نظرات الشمس ومبيعات الـ ice cream لأ قلني فيه ما بينهم الـ positive correlation أوكي طيب هل ده معناه إن الزيادة في مبيعات sunglass make people want ice cream يعني هل الزيادة في مبيعات النظرات الشمس تخلي الناس تشتريوا ice cream لا ما فيش علاقة خالص بينهم الـ 2 أوكي ولكن فيما بينهم positive correlation ما فيش علاقة causation تمام طيب أنا عايز أقول إيه عايز أقول إن مش شرط علاقة الـ correlation تقول إن فيه causation ممكن يلخبطني في الجملة دي في ويجيبها لي كالـ 8 يقول لي حسبنا ما بين مبيعات الـ ice cream وما بين من الـ temperature ولقينا الـ correlation coefficient بيساوي 0.95 زي ما كان عندي في الإيف الأول طيب لما يجي هنا ويقول لي this means that أوكي the higher the temperature cause increase in the ice cream sales الجملة دي true ولا false أقول له لا false إذا قال لي كلمة cause إن زيادة درجة الحرارة بتسبب زيادة في شراء الأيس كريم الإجابة غلط طيب لو شال كلمة cause دي وحط إن زيادة temperature أو the warmer the weather كل ما كان الجو حر is associated with increase in ice cream sales الإجابة صحيحة أو الجملة صحيحة يبقى احنا عايزين نقول إيه إن الـ correlation بتقول في علاقة ولا مفيش لكن عمرها ما تقول السببية أو عمرها ما تقول إن ده cause تمام إن الفاكتور ده بيسبب إيه الفاكتور التي it's okay طيب تعالوا ندخل بقى في المهم how to calculate correlation coefficient إحنا اتفعنا إن إحنا فيها عندنا حاجة اسمها correlation coefficient بياخد رقم من minus 1 لحد 1 ممكن يكون zero والإشارة بتدل على الاتجاه بتاع relation والvalue بتدل على قوة العلاقة كل ما كانت أقرب من الواحد تبقى stronger وكل ما كانت أقرب من zero تبقى weak طيب correlation coefficient اللي إحنا عمليين نتكلم عليه ده بقى عايزين نحسبه ودي المسألة اللي بتجيلي في الامتحان إن أنا أحسب correlation coefficient وبعد ما أحسبه حيقول لي comment يعني بعد ما حسبته بقى طلع لك boost طلع لك negative طلع لك ايه يقول لي اعمل comment عليه طبعا لو حسبت correlation coefficient وطلع لك 2 أو 3 أو 4 أو 5 أعرف إن أنت بتهرج وأعرف إن أجبت الغلط correlation coefficient رقم من minus 1 لحد كان لحد واحد طيب في عندي طريقتين اتنين أقدر أحسب بيهم correlation coefficient الطريقتين دول أول طريقة بنسميها الـ A B and sums الـ A والـ B والـ sums اللي هي المجميع كلمة sums اللي هي مجميع طيب والطريقة التانية بنسميها الـ X وال-Y and sums الـ X وال-Y والـ A والـ sums اللي هي المجميع طيب تعال نشوف بقى الطريقة الأولنية دي وليه اسمها A and B أول حاجة مبدئياً اللي بيجيلي في رأس السؤال بيجيلي الجدول ده كده جايب لي 2 variables 2 Y جايب لي الـ X و جايب لي الـ Y وبيقول لي لو سمحت حضرتك شوف لي هل في correlation ما بين أو في relation ما بين 2 variables دول ولا لا ممكن حتى ما يجيب ليش كلمة correlation coefficient خالص يقول لي شوف لي في relation ما بين 2 variables دول ولا لا طيب في الطريقة بتاعت A and B لو هشتغل بالطريقة الأولنية طبعاً سواء الطريقة الأولنية أو التانية اللي اتنين بيطلعوا نفس الناتج نفس الرقم بالزبط أوكي نحنا اللي هنتعلمه هنا نحنا نعرف نحسب ازاي بالطريقة دي أو بالطريقة دي طيب الطريقة بتاعت A and B من اسمها كده بعمل 2 variables اسمهم A and B هم مش موجودين عندي أصلاً هو أصلاً مديني X و Y تمام؟ أنا هعمل 2 variables اسمهم A and B هعملهم ازاي؟ أول خطوة بحسب المين بتاع X والمين بتاع Y المين بتاع X اسمه X bar والمين بتاع Y اسمه Y bar تمام؟ يبقى أول خطوة عندي بحسب المين بتاع X وبحسب المين بتاع Y يبقى عندي X bar وعندي Y bar طيب نيجي على A بحسب القيم بتاع A ازاي؟ قالك باخد كل قيمة X وبطرح منها X bar وكتب القيمة عندي زي ما تطلع بوسط طيب نيجي على B ال B قالك نفس الكلام بس بالنسبة لل Y باخد كل قيم Y وبطرح ال Y ناقص ال Y bar يعني ممكن في بعض الجداول تلاقيه بدل ما يكتب A يكتب لك X ناقص ال X bar وبدل ما يكتب B يكتب لك Y ناقص ال Y bar أوكي؟ طيب أنا كده حسبت A و B بعد A و B بعمل ثلاثة كولنز ثلاثة أعمدة أول عمود عبارة عن A وثاني عمود B وثلاثة عمود A B ال A سكوير اللي هو تربيع A وال B سكوير اللي هو تربيع B وال A B اللي هو بضرب A B في بعض طيب آخر حاجة بوصلها تحت الثلاثة الثلاثة قيم اللي تحت دول اللي هم اسموهم ال A الصمز اللي هم المجميع مجموع A سكوير ومجموع B سكوير ومجموع A B احنا عشان تسهيلا علينا عشان نحفظ الموضوع بشكل أسهل هندي للصمشن A سكوير الرمز بنانا وهندي للB سكوير أو الصمشن بتاع الB سكوير الرمز أورنج وهندي للصمشن بتاع A B الرمز أبل طيب هنلاحظ برضو ان احنا الاتجاه بتاعنا كده بنمشي في اتجاه اللون يبقى أغمى يعني اللون بتاع البنانا أصفر اللون بتاع الأورنج بيبقى أورنج بعد اللون بتاع الأبل بيبقى أحمر وهكذا طيب بحسب ازاي قال لك الكوريليشن كوفيشن بيساوي القبل في البسط مقسوما على الجزر التربيعي للبنانا مالتبلاي باي الأورنج أعشان نبقى أحنا الموضوع سهل بالنسبان بحسب وبعد كده وبعد كده الصمز بتاعتي المجميع بالترتيب الصميشن بتاع الاسكوير والصميشن بتاع البي سكوير والصميشن بتاع الاب بيساوي القبل مقسومة على طيب تعال نشوف القانون اللي بيجيلي في الامتحان القانون بيجيلي في الامتحان كمعطى انا بس لازم اتدرب ان انا بوصل ازاي للقانون ويب بطبقه السق البست عندي قال لي ايه قال لي البست عبارة عن سميشن اكس ماينس اكس بار في وي نقص الواي بار كل ده كده على بعضه مقصود بيه سميشن اي بي اللي هو القبل سميشن اي بي الايه اللي هي ال اكس ماينس ال اكس بار والبي اللي هي واي نقص الواي بار طيب تعال على المقام بيقول لي ايه بقى بيقول لي المقام سكوير روت الجزر التربيعي لي صميشن اكس ناقص ال اكس بار تربيع صميشن اكس ناقص ال اكس بار تربيعه اللي هي ايه اللي هي صميشن اي he square اهو طيب فسميشن واي ناقص ال والوイ سكوير سميشن الواي ناقص ال اي الواي تربيع ايدي بمنتهى البساطة لو جيت حبيت اعملها على الكالكوليدرو على الاقل الحسبة تعالوا نشوف هنا مع بعض ايدي كده هعمل بسط ومقام واكتب فوق هنا عندي في البسط الرقم بتاع المجموعة اللي هو اي بي سميشن اي بي عبارة عن خمس تلاف تلتمية خمسة وعشرين انزل تحت في المقام اعمل سكوير روت الجزر التربيعي اضرب فيه مية سبعة وسبعين مضروبة فيه مية اربعة وسبعين الف فيه سبعمية سبعة وخمسين اي قول طلع عندي الكوريليشن كوفيشن بو بوينت مين فايف اللي هو الكوريليشن كوفيشن تقيد اللي عند طيب لما يجي يقول لي كومنت على هذا الكوريليشن كوفيشن هقول له ده معناه بوزدف كوريليشن يعني علاقة طردية وكمان استرونج لانه هو قريب من الاي قريب من الواحد او قريب من البوزدف تمام طيب تعالوا نشوف بقى الطريقة التامنة انت في الامتحان يا اما هيسيب لك الدنيا مفتوحة تحلت اي طريقة يا اما ممكن يقول لك using the foreign formula ويحط لك القانون فانت حتبقى مضطرة انك تشتغل بي طريقة معين طبعا الطريقة التانية مش هتفرق كتير عن الطريقة الاولنية كده كده كل واحدة لها ميزة وعيد يعني الميزة هنا ان انت بتشتغل ثلاثة كولمز بس اخد بالك في الطريقة اللي فوق انت اشتغلت خمسة كولمز حسبت الاي وحسبت البي وبعد هنا الاسكوير والبي سكوير والاب دول كده خمسة كولمز لكن في الطريقة هنا انت هتحسب ثلاثة كولمز بس فدي تعتبر من حيث الوقت يعني اقل شوي طيب يعيبها ان الارقام بتاعتها كبيرة وفيها ميزة بردو كويسة هنشوفها دلوقتي مع بعض ان احنا ممكن نستخدم الكالكوليتور في الطريقة دي يعني الطريقة دي ممكن تتحسب جزء منها يتحسب بالكالكوليتور طيب خلينا نشوف دلوقتي الطريقة دي هنعمل فيها ايه اللي هي الاكس والواي وي السونز بنعمل ثلاثة كولمز زي ما اتفقنا اول كولم عبارة عن اكس سكوير اوكي بربع كل قيم الاكس واجمعهم تاني كولم الواي سكوير بربع كل قيم الواي واجمعهم وثالث كولم عندي الاكس واي بربع او سوري بدرب الاكس في الواي وبجمع في الاخر الاكس ايه زائد الواي طيب هتلاحز برضو حاجة ان احنا بنجمع الاكس وبنجمع الواي بنجمع قيم اكس وبنجمع قيم الواي يعني أنا في الأخر هنا عندي كم سوم تحت؟ عندي خمسة سومس أوكي؟ هيبقى فيه عندي الصمشن بتاع الـ X الصمشن بتاع الـ Y الصمشن بتاع الـ X سكوير الصمشن Y سكوير والصمشن بتاع الـ X Y دول كده الخمسة سومس اللي هيبقى عندي تحت اللي هبتدي أحل بهم المعادلة بتاعدي طيب في القانون اللي أنا بشتغل عليه في الطريقة دي بيقابلني رمز اسمه N الرمز اللي اسمه n ده عبارة عن number of values والنسبة تطلخبطش انه number of values هنا فيجمع الاتنين مع بعض لأ انا بجمع كل observation يعني الاتنين دول مع بعض بيعتبروا observation اوكي فالn هنا في حالة المثال بتاعنا ده بيسوي 12 يعني محدش يجمع هنا ده 12 مع 12 ويقولك 24 لا انت بتاخد كل بير كل زوج كده مع بعضه ده بيعتبر value أو يعتبر observation طيب تمام القانون بتاعها طويل شوية مفروض برضو بيجيلي في الامتحان عبارة عن ايه عبارة عن ال n مضروبة في submission x y submission x y ده اللي هو مين اللي هو ده اوكي طيب ناقص submission x في submission y ايدي submission x و ايدي submission y تمام طيب وبعد كده بقسم على اتنين جزر مضروبين في بعض الجزر الاولاني تحتي n submission x square ايدي submission x square ناقص submission x الكل square او الكل تربيع submission x الكل تربيع ده اللي هو باخد الرقم ده و بربعه اوكي ده يفرق عن submission x square submission x square ده اللي هو مجموع تربيع قيم x تمام لكن هنا ده مجموع ال x وبعد كده بربعه اوكي طيب الجزر اللي بعديه على طول نفس الكلام هيبقى فيه عندي n مضروبا فيه submission بتاع y square اللي هو ده وبطرح منه submission بتاع y الكل square اللي هو submission بتاع y و بربعه اوكي طيب تعال نشوف بقى بنعمل دي ازاي تحت الجزر كده في القرى الحزبة عشان النقطة دي مهمة عشان الناس ما تطلخبطش انت تحل طبعا في الاول وفي الاخر بأي طريقة تعجبك ونشوف دلوقتي برده الكالكوليتور بيسهل برده جزء في الموضوع عشان نبقى عارفين الدنيا بتمشي ازاي طيب ادي كده عندي المسألة بتاعتي بشوف كده عندي x بعمل البسط والمقام بكتب فوق ال n عندي بتساوي 12 ادي اول رقم عندي بعد كده submission بتاع x y اللي هو الرقم اللي بلسويت ده كده عندي اللي هو في 95506 علامة 6 بطرح منه sigma x اللي هو 224 و 1 من 10 مضروبا في sigma y اللي هو 4829 طيب انا هنا ما عملتش اقواس لان انت الالة الحزبة اصلا بتخلص الدرب قبل الطرحة فهي هتخلص قريدي ده كده الجزء ده الواحده تمام وبعد كده هتخلص هي الجزء ده الواحده فمش لازم اعمل اقواس فوق طيب تعال بقى اركز معي في المقام عشان الموضوع مهم جدا 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 تحت في المقام قبل ما ابتدي احط اي values تحت في المقام لازم اعمل الشكل ده كده ولازم اتركز معي هاعمل قوس واقفله واضربه في كمان قوس واقفله وارجع احط جوه القوس الاولين ده علامة الجزر واروح احط جوه القوس التاني ده علامة الجزر طيب عايزك تركز معي بس الشكل ده كده قبل ما نحط اي data تمام عشان موضوع الاقواس هنزود اقواس دلوقتي جوه فالدنيا ما تتلخبطش بتاعتك في المقام عملت قوس قوسين اتنين مضربين في بعض وحطيت جوه القوس الاولين جزر وحطيت جوه القوس التاني جزر ولسه ما حطيتش اي data طيب هرجع القوس الاولين بقى بتدي حط ال data بتاعتي ن عندي بكام باثناشر مضروبة في سمشن اكس سكوير اللي هو اربعة تلاف تلتمية اتنين وستين وخمسة من مية حطرح منه السمشن اكس لكل سكوير ده لازم اعمله جوه قوس يبقى هون جاي فتح قوس واعمل السمشن اكس اللي هو ميتين اربعة وعشرين واحد من عشرة واقفل القوس لكل سكوير انا كده خلصت الناحية دي تمام هتحرك بالسهم وادخل تحت الجزر التاني الجزء التاني ده بقى طيب اكتب الان بتاعتي اللي هي باثناشر اضرب في الصمشن بتاع الواي الصمشن بتاع الواي سكوير اللي هو كام صمشن واي سكوير اربعة الاف تمنمية تسعة وعشرين بقفل القوس الكل تربيع اعمل يساوي طلعلي علامة تسعة خمسة سبعة ده تمام ادي كده القانون بتاعي واده الطريقة التانية اللي هي طريقة الاكس والواي والصمشن طيب ممكن الناس تقولك الطريقة دي صعبة شوية هنتعلم دلوقتي ازاي باستخدام الكالكوليتور نحسب هنتعلم طريقة الكالكوليتور واحنا بنحل المثال الاخير ده معنا في محاضرة النهاردة والمثال ده من والدكتور طارق ركز عليه جدا جدا واقل المثال ده مهم وان شاء الله ان هو يجي في الامتحان طيب تعال نشوف ازاي بنستخدام الكالكوليتور طبعا احنا هنا اشتغلنا عليه بالطريقة بتاعت ممكن انت تشتغل عليه بطريقة عادي اي طريقة تعجبك بتوصل لنفس النتيجة نفس تعال نستخدم الكالكوليتور كده في حساب نشوف ازاي بنستخدم الكالكوليتور عشان احسب الكالكوليتور اول حاجة لازم اتأكد ان ما فيش اي داتا متخزنة عندي على الكالكوليتور بتاعي ما فيش اي داتا قديمة من الحل بتاعي او كده تكون متخزنة فبعمل شفت موضع وبعدين تسعة هيطلع لي الميموري ولا سيتاب ولا ايه هقول له كل هقول له هقول له يس ريس كده الكالكوليتور بتاعي زي ما يكون جاي من المصنع كده ما فيش اي داتا متخزن عليه ولا اي حاجة طيب اول حاجة بعمل مود وبختار رقم اتنين اللي هو استاتيستيكس مود وانا في استاتيستيكس مود بختار رقم اتنين رقم اتنين دي اسمها ريجريشنن اناليسز الكوريليشن احد الخطوات اللي بنعملها في الرجريشن اناليسز اللي هنتكلم عليه في المحاضرة الجاية يابع هنقول لنختار رقم اتنين هنا عندي ريجريشن اناليسز راح مطلع لي على طول ال ا الـ x وال-y بيقولي دخل قيم الـ x ودخل قيم الـ y هبتدي أدخل قيم الـ x بتاعتي والمقابل لها القيم بتاعة الـ y أدي كده 43 في الأول equal 21 equal 25 equal 42 equal 57 equal 59 equal تمام؟ كده أنا دخلت الـ 6 بيانات اللي هو مدهم لي بتوع الـ a بتوع الـ h بالـ y طيب مقابل لهم أبتدي أدخل الـ values بتاعة الـ y وصادة 43 كان عندي كام؟ 99 equal بعد كده 65 equal بعد كده 79 equal قلنا لو في حاجة عندي لو في رقم أنا كتبته غلط لو تسعة وسبعين ده لا كدبته غلط بطلع تاني أوف عليه بالسهم وأكتب التصحيح بتاعي وأعمل equal طيب 75 equal 87 equal تمانية equal أوكي طيب تمانية دي مش تمانية دي واحد وتمانين طيب واحد وتمانين سوري دي كده 81 equal all clear كده هو احتفظ بالجدول بتاع الـ x والـ y ده كده عنده في الزاكرة وحبتدي أنا أشتغل عليه ممكن في وان سنجل ستيب ممكن أروح أعمل كده شفت statistics واختر رقم خمسة اللي هي regression analysis واختر الرمزة رقم ثلاثة اللي هو الرسمول واقول له equal هيطلع لي على طول اللي هو في الحالة هنا عندنا طلع بكام بـ 0.52 بـ 52 من مية وده معناها positive correlation تمام؟ طيب ده كده في وان سنجل ستيب أنا حسبت correlation coefficient في عندي option هنشوف دلوقتي ان ممكن الأول حسبة تجيب لي الصمز دي الخمسة صمز اللي تحت دول ممكن تجيبهم لي هروح اختار shift statistics واقول له رقم ثلاثة اللي هي الصمز فقال لي انت عايز الصم بتاع ايه بقى؟ عايز الصممشن بتاع الـ x² ولا صممشن x ولا صممشن الـ y سكوير ولا صممشن الـ y طيب حناخد مثلا الأول حنرجع الإجابات بتاعاتنا كده نشوف الصممشن x اللي هو رقم اتنين طلع لي صممشن x 247 زي ما احنا عاملينه طيب لو جيت عملت shift statistics واختارت رقم ثلاثة واختارت رقم واحد اللي هو صممشن x سكوير طلع عندي بـ 11409 زي ما احنا مطلعينه برضو صممشن x سكوير طيب تعال نشوف الـ y كده shift statistics رقم ثلاثة ونختار الصممشن بتاع الـ y اللي هو رقم أربعة اقول له equal 486 مزبوط shift statistics نختار الصممشن برقم ثلاثة ونختار الصممشن بتاع الـ y سكوير اقول له equal طلع عندي بـ 40,022 تعال نشوف الصممشن x و y بقى اخر حاجة ادي shift statistics ثلاثة صممشن رقم خمسة صممشن x و y يساوي 20485 يبقى اللي هنا الكالكوليتور في الطريقة بتاع الـ x و y بتديني option انها هتأكدلي على الحلول بتاعتي او بتديني correlation coefficient الـ end result على طول نتج النهائي في الطريقة بتاع الـ endb لا مش بتديني الصمز بتاع الـ endb ناخد بالنا من المعلومة دي ادي كده الصمز اللي انا طلعتها عوضت فيها عوضت بالمعادلة try the correlation coefficient ويدي تعتبر post of correlation ممكن انت تتدرب على المثال ده الدكتور قال ممكن اغير فيه في الارقام بتاعته ولا حاجة تتدرب عليه تحلوا بالكالكوليتور وتحلوا بالطريقة بتاعت الـ x y والـ sums وتحلوا بالطريقة بتاعت الـ ab and sums كل الطرق ان شاء الله سهلة والموضوع ان شاء الله بسيط تمام بكده نكون خلصنا موضوع correlation موضوع سهل وبسيط ان شاء الله القوانين بتيجي مع عليك اغير انت تتدرب على طريقة الحل بالقانون تتدرب على المسألة والمسألة الجلوكوز الاخرنية مسألة مهمة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته